دعم الصناعات الذوائية والعمل على توطينها أحد قرارات مجلس الوزراء الذي يسعى لا تفعيل المنتج الوطني من خلال إقامة المصانع وإطلاق القروض والحد من المستورد وزير الصحة تحدث عن إمكانية الوصول إلى صناعة وطنية متكاملة خلال الأعوام المقبلة وهي أولى الخطوات الحكومية الجادة في إطار تأمين الأدوية المحلية للمؤسسات الصحية والمواطنين نأمل خلال عشر سنوات القادمة أن يتم توطين ما لا يقل من 80 إلى 90% من الأدوية المستوردة من خارج العراق الحقيقة هذه التسهيلات تقدم لأول مرة بالعراق وتسهيلات كبيرة جدا وبهذه المناسبة ندعو كافة المستثمرين الراغبين بالاستثمار بالقطاع الدوائي والمستزمات الطبية والأجزة الطبية الدخول في هذه المشاريع لحاجة البلد لها بالتأكيد لأهميتها ولتطوير الواقع الصحي والقطاع الصحي في العراق رفع نسب الاكتفاء الذاتي ومنع استنزاف العملة الأجنبية نتائج متوخات لهذا القرار بحسب متخصصين وإشراك وزارات معنية بمسألة تطوير الملاكات والدراسات من شأنه تسريع اهتماد العراق على صناعته المحلية والوصول إلى مراحل تصدير الفائضة بحسب وصفهم الدواء بالتأكيد يستنزف من عملية الاستيراد ما لا يقل عن 4 مليار دولار سنويا العراق يتطلع إلى التكامل مع الشركات العالمية لتصنيع الأدوية التي تنسج مع حاجة الأمراض المزمنة كذلك على وزارة التعليم العالي أن تعيد النظر بموضوع استحداث أقسام تخصصية في كليات الصيدلة على مستوى صناعة الدواء وأيضا الاستثمار في المجمعات الدوائية على اعتبار أن العراق يمتلك المواد الأولية اللازمة وأكد القرار على التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الكفاءات والخبرات والتوجه نحو إنشاء مدن صناعية اختصاصية في بغداد ومحافظات أخرى عباس نعمة العراقية الإخبارية بغداد